يزعم تقرير لـ Human Rights Watch أن هناك تجارة متنامية في نساء من أقلية كاتشين في ميانمار التي يتم نقلهن عبر الحدود ويتم بيعهن كزوجات للرجال الصينيين ويغتصبن حتى يصبحن حوامل ويقول التقرير أنه لا يسمح لنساء من أقلية كاتشين في ميانمار بالعودة إلى المنزل إلا إذا تركنا طفلا خلفهن